بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين أهلا بكم حبيب فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة جيالكم في محل كله درسات شتوي وعبيات سوري وحاجات طحفة قوي إحنا في العصفرة طبعا في محافظة اسكندرية من العصفرة إبلي شارع عثمان بن عفان ممكن تدخلي له من شارع 45 تنزلي عند شارع 12 آخر شارع 12 هتلاقي عثمان بن عفان أو ممكن تدخلي له من المعهد الديني برضو في آخر المعهد الديني هتلاقي العثمان بن عفان إحنا دلوقتي في محل اسمه الرداء العربي تعالوا بقى نتشوف الأسعار والألوان وكل حاجة هنبتدي بقى أول حاجة باللي قدامنا الحاجات اللي قدامنا دي عندنا مثلا درس اللي قدامنا ده ده مقاساته من 46 ل50 ده المقاسات 428 النبيتي ورصاصي وكشمير منه آآ اللي جنبه بقى ده قطعتين بتلتمية وخمسين زي ما حضراتكم شايفين آآ قطعتين هو بلوفر وآآ وفستان كات لغاية تلاتة إكس مقاساته بصوا في واحد تاني زيه آآ برضو آآ قط وتحتي بلوفر بس أفرجه لكم بقى إيه من قريب بربعمية وخمسين كتعتين آآ آآ في رسمة كده من على السدر ومن على الديل من تحت وطبعا آآ زرايره هو والحزام بقى آآ آآ في بقى حاجات تانية شايفين السودة دي آآ دريس السودة دي أو الدريس الاسود دي من عباية سترايك من مصنع سترايك بخمسمية وعشرين مصنع سترايك آآ يعني تقفيل حلو والخامة وكده آآ جيب ربعمية وخمسين بالكبشو قطعتين وعندها تطريس كمان على الجيب بس هما لازقين في بعض يعني القطعتين لازقين في بعض ده التطريس بتاعها في منها ست لوان تمام طبعا بالكبشو بقى والفرو اللي على الإيد بقى والكلام ده كله آآ تعالوا بقى نشوف اللي ستايل بقى السوري آآ دي بقى جماعة بصوا كوب سوستة وكباسين آآ تفيت سوستة من تحت والزنت ممكن يتشال ويتركب بربعمية جنيه آآ دي قطيفة شموى في منها اللون المستردة المستردة وكشمير وقسود هما حوالي ست لوان اللي جنبها بقى دي شموى منضلع من فوق وسادة من تحت في منها الرصاصي والكشمير آآ والنبيدي من اللارج التلاتة اكس دي المقاسات دي بخمسمية وخمسين حبيبي تعالوا بقى نشوف بقى حاجة تانية شايفين الدرس اللي هو كشمير ومشجر ده آآ في كل الألوان بتاعته ومقاساته الغيطة اربعة اكس ده موجود بتلتمية وخمسين زي ما قلنا الغيطة اربعة اكس في عندنا الاسود درس الاسود ده في الكشمير والاسود ومقاساته بربعمية جنيه تمام ده بقى من مصنع ديمو واضح ان في كزا مصنع في المحل في العبيات وكده تعالوا بقى ندخل بقى على القطعة دي او الدرس ده عبارة عن قطعتين ده اخر دلع بقى مصنع اخر دلع ده فستان اثنين قطعة شبكين في بعض كل ألوانه بمقاساته دي تتشال وتتركب لغاية اربعة اكس المقاسات ده بثلتمية وخمسين جنيه تمام تعالوا بقى ندخل على اللي بعده كمان في برضو حاجات تانية بصوا كل الفستين اهيه طبعا انا هاعرض لكم شوية وان شاء الله نعرض بقى حاجات تانية ده بقى مصنع سترايك ده بخمسمية وخمسين ده بالكبشو بيتشال برضو ويتركب عندنا اللي جنبه ده تمام؟ ده بربع ميت جنيه بصوا حبيبي ده السستة بتاعته لغاية النص طبعا انا فرقتك دلوقتي على الدرسات تعالوا بقى دلوقتي نتفرج على العبيات عشان برضو ما زعلش حد عندنا العبيات دي تعتبر سوريه دي عباية بانطلون سوريه دي بخمسمية وخمسين بصوا حبيبي ازا فرقوا عليها بصوا البانطلون بتاعها والسستة هي بتاعتها ادي القمش بتاعتها بصوا حبيبي بالكبشو طبعا صوريه فيه اللي جنبها دي اسمها ليها فيها ورد اسمها عباية سري دي سلسيات الابعاد مشجرة دي بربعمية وخمسين القبشو بالبانطلون كمان اللي جنبها بقى دي بربعمية جنيه بصوا جبير وحرير يعني فيها خمتين جبير وحرير فيه فوق شيفون بثلتمية وخمسين الشيفون منها اللي فوق دي بثلتمية وخمسين لما دي حرير والتانية شيفون الخضر اللون ده بربعمية وخمسين بالبانطلون بتاعها تعالوا بقى شوفوا بقى العبايات بقى وصوا حبيبي اللي هي فيها الاسود في مسترده دي دي بربعمية وخمسين لغاية اربعة اكس بصوا حبيبي تعالوا افرجها لكوا افرجوا على الحاجة دي اتنين كتعة اللي قدامنا دي بربعمية جنيه عندنا مورد اللي في الوش دي بثلتمية وخمسين جنيه اللي هي فيها اورنج دي بربعمية دي رياضية بقى تلتمية جنيه كرب سعودي ناعم الحمرة ربعمية وخمسين ودي ربعمية اللي هي فيها ورده احمر ده ربعمية وخمسين واللي جنبها بربعمية وعندنا المقسات لغاية فيه تلاتة اكس وفيه اربعة اكس كمان بصوا حبايبي عايز اقول لكم ده الدل بتاعها برده تمام اللي فوق دول اي واحدة فيهم بثلتمية جنيه دي تصفيات بقى فيه كمان عايز اقول لكم فيه كمان درسات جبردين برده عليها عرضة بقى ورها لكم دي بقى العبايات بقى عندها عبايات يا مقوي وزي ما قلنا فيه تصفيات بثلتمية جنيه في محل الرداء العربي هوريكوا دلوقتي لدرسات الجبردين بصوا حبايبي فوق اهي هنشوفها دلوقتي دي بقى العبايات بصوا حبايات حلوة قوي بصوا حبايبي دي شكلها اهي اهي العبايات اهي اهي دي بقى الجبردين بقى لو بقولكوا عليها دي برضو اي واحدة فيهم بثلتمية جنيه اهي تمام زي ما احنا شايفنا اهي ده كان الفيديو بتاع النهاردة اه بجد يا ربي يا ربي يا ربي الفيديو كنا عجب حضراتكم انا دايما معاكم في اي مكان اه اتمنى من حضراتكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة اه وشيروا على قد ما تقدروا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة